اهلا بحضراتكم من جديد وزا ما قلنا في بداية الحلقة ان احنا طبعا يعني فريق ووتر بولو السنة دي نجح بشكل كبير ان هو يستعيد يعني منصات التتويج او الاول على مصر من اربع سين الحقيقة غايب عنينا لقب كأس مصر استطاعنا السنة دي نفوس به منذ ايام وعدنا حضراتكم يكون معنا الفريق في البداية برحب طبعا بزياد عبد الرحمن لاعب النادي الاهلي واحسن لاعب بطول كأس مصر انا بك زيادة ازياد وقير ازياد وقير ازياد عبد الرحمن فوزي جوكر جوكر الفريق بلعب في كل المراكز واحد نجوم الفريق اهلا بيك يا عبد الرحمن ومبروك على الكأس وخلينا ناخد كده يعني انت من اللعيبة اللي كان لها مشوار يعني انت كنت الاول في 6 اكتوبر كلاعب وبعد كده انتقلت النادي زمالك اربع سنوات وبعد كده انتقلت للأهلي السنة دي صح السنة اللي فاتت ودي تاني سنة لياف النادي ده طب خلينا اقول يعني اكيد لقب كأس مصر ده ما جاش يعني من فراغ جا من اعداد واعداد بقلوا سنينة كلمني عن رحلة الوصول لبطول كأس مصر احنا بدأنا السنة اللي فاتت كان السنة اللي فاتت ما كانش فيه كأس كان عندنا دوري بس ابتدنا عملنا فترة اعداد قوية جدا طول السنة وكمان الجهاز سندنا في معسكر لتركيا طلقنا عملنا معسكر هناك مع فرط جلتة صراي عدنا نتمرن معهم اسبوع كان نستعدان دوري وبعدين ربنا ما فقناش السنة اللي فاتت في طولة الدوري جبنا مركز تاني بس ابتدنا السنة دي عندنا طموح اكتر ان احنا عايزين نحقق كل الجواز السنة دي سواء كاس او دوري ابتدنا الاول كان عندها في طولة الكاس كان عندنا فترة اعداد ثلاث شهور نتمرن صبح وليل بس كان فيه متشاة ودية متهالي كان فيه اه كان فيه فترة اعداد بنبتدي الاول فترة اعداد لوحدها وبعدين بنبتدي المتشاط الوديا قبل ما تخش على مرحلة المتشاط الرسمية بس والبطولة كانت صعبة جدا الصراحة قبل نهائي جزيرة وقبل نهائي هليوبلس قبل نهائي زمالك كمان انت عندي فيه المجموعات الاول كان عندنا هليوبلس انت مع ربنا وفقناش فيه مرش اخسرنا فيه مرش ده خلى مشورنا اصعب للنهائي يعني كان عندها ربعين نهائي زمالك نص النهائي جزيرة طيب البداية كان فيه خسارة صح كان من مين ومع ذلك فردتوا كلمتكم وكسبتوا لطريقة الأصعب الحمد لله نصير الحمد لله